لبرضه مقال اسرائيلي كاتبها رئيس التحرير ها ارتس نفسك السيدة رجاء ناطور ف14 فبراير كاتبها مقال التشهير على ضفاف النيل مصر تواجه موجة من الابتزاز الجنسي بتعرض الى اكثر من قضية تعرضت اليها نساء مصر خلود الطالبة من مهد السياحة الشابة اللي انتحرت المعلمة المنصورة وقدمت القصص دي معرض تفصيلي على ما جرى فيها اللي دفع شابة للانتحار اللي الاخوة اللي ابتزوا اختهم علشان صورها عارية علشان ياخدوا الميراس وكل هذا الامر اللي بتقول علينا حملة ابتزاز وتهديد وترهيب واعتداء على الخصوصية في مصر لدرجة انها بتشير الى صفحة قاوم على فيسبوك بتتلقى من سبعمية الى الف شكوى ابتزاز يوميا وصلت الشكاوى وشكاوى التهديد واختراق الخصوصية الى اجمالي ربعمائة الف شكوى سنة عشرين عشرين بترصد ده في الدول العربية كلها لكن بتعتبر مصر اكبر دولة عربية ومجتمع عربي يبتز جنسيا ويهدد ويروع ويرهب ويعتدي على الخصوصية بما يؤدي الى حوادث بما فيه حوادث قتل وجرائم ادعاء شرف وانتحار هل احنا كمصريين نويين نواجه هذه الحقيقة ولا نعمل نفسنا مش عارفين ومش شايفين وهل نويين نسأل نفسنا مين الربعمائة الف اللي بيهدد ويبكترك خصوصية مين اللي خلى المرأة المصرية وكأنها عار وعوار او كأنها عار على اسراتها مين اللي خلى جسم المرأة وكأنه يعني ظهر فستان وكأنه الدنيا اصبحت مشاعا واصبحت مباحة واصبحت يعني عاهرة فاجرة فاسقة مين اللي بيعمل الابتزاز والترهيب ده ومين اللي بينتهك الحريات دي ومين اللي عايز يلوث سمعة المرأة المصرية ومين اللي بيطارد الستات في مصر باعتبارهم عورة وعار ومين اللي عايز يخبيهم في خيمة من النقاب او في خيمة من الخمار او في خيبة من الفهم المغلق المتشدد للدين مين اللي بيقول ان المرأة فتنة مين اللي بيقول ان صوتها عورة مين اللي عايز يحرم ويجرم المرأة وعمل المرأة وعايز تقعد في البيت مين اللي قاعد يطارد مطاردة الساحرات للمرأة المصرية وللبنت المصرية مين مين هير طارد سلفي اللي نافخ عندكه الاخلاقيات المتوهمة واللي مكبر جوع الجنسي والكابت الجنسي عند قطاع واسع من المصريين الى مطاردة للمرأة والدعاء للفضيلة وللاخلاق مين اللي حول المايوه فكرة ان واحدة لابسة مايوه الى عار من المفترض التبرق منه يا نهاري سويد انتو زعلانين لما بنقول انه امهاتنا وجدتنا في الخمسينيات والاربعينات والسبعينيات كانوا بيذهبنا الى المصايف ولابسين مايوه بيونزول البحر ستاتنا امهاتنا جداتنا من صعيد مصر الطبقة المتوسطة اللي كانت طبعا بتصيف اللي كان بتروح اسكيديا بتصيف اكيد اللي مش احدا مش الفقراء اللي ملهمش في السفر ولا المتحفظين اللي شايفين ان الراجل نفسه لو لبس ما يقع بعيب ما حانش قالي الكلامنا لنش دعوة يعني كانوا يعطوها المتوسطة المصرية في الستينات ايوة كبه اللي وما المين اللي كان بيملق مصايف مصر في راس البر وبلطيم واسكندرية ومرس مطروح وجمصة بيه بتوع بحري بس ومسطعيد وبحري ومين قال ان ارتداء الميو في الوقت ده فعلى البلاج والشط في الزمن ده كان عيبا وعارا ايه ده ومين اللي عايز يحول الى الامر كله كأنه باكت المصير والطرفيه والعوم والمصيف دي حاجة المفروض نتبرق منها ونعمل البحر للذكور مين ده هو الحق للمحافظ المتزمت المغلق المتشدد المتدين زيفا وزورا فقط حلوة اوي حكاية الشاطئ للذكور دي مش حق المرأة انها تعوم وفي الوقت اللي العالم كله كان بيلبس بقى ما تلبس بقى يوه تلبس بقى يوه دلوقت بقى الجرم الفضيع الرهيب طبعا لانه عايز عايشها بلا جوه حيمة فطبيعي جدا انه ايه يقول لك اه ازاي ترضى والراجل يرضى ومش عارف ايه يقول يرضى فبقول لكم انه كان اباءكم بيرضوا واجدادكم بيرضوا يودي قصة وعي اجتماعي فبقول لك اه ان الرجل والحضر والرقي والجمال والنفوس رقصة طيبة والاماكن اللي هي بهجتها ولها صفاقها ولها وتلاحظة الفرح بتلاقي الناس كلها ترقص ما حدش بيتام حد ايه الخلاعة والمياعة دي رقصة فرح بهجة فرح من الام الكبيرة للمنت الصغيرة من المحجمة حتى المرقبة كل واقف يرقص في الفرح ومعالمة بهجة وعالمة كل حاجة لها سياقات يا جماعة سياقات اجتماعية وثقافية ونفسية هو جاي بحاطة السلفي عايز احط لك السياق الواحد فقط التجريم والتحريم سود عليك عشتك ويجعلك انت نفسك كرجل كذكر وكأنك انت يعني ملك الغابة بقى وبددفع عن يعني الحيوانين في الغابة يعني عايز طول الوقت بيقدمها كده غابة بيقدمها غابة وطول الوقت بيتعامل مع المرأة بهذا الانتقاص وهذا التبضيع وتعالوا عنها جسد وفتنة والرجل طبعا الذكر هائج مستمر طبعا يعني مسألة يعني ومزنبي زي الراجل الشيك يقول له أنا مزنبي زنبي ايه لما لقيها كده حال كده يعني السقم ده هو اللي بيودي في الآخر الى كل ما نشهده من ابتزاز جنسي ومن اعتداء على الحالة الخاصة مغلب الكلام ده كله بالدين مغلب بالنفاق الاجتماعي والنفاق الديني وكل واحد عايز يحول مرضه الى التدين وكل واحد مهووس جنسيا عايز يغلف لهوسه الجنسي بالدين والدين براء من هذا كله دي نقطة ولما يشير اليها العالم ويتحدث عنها الاخرون اظن ان مصر اولى الناس بانها تفكر وتراجع نفسها فيما يخص ما هو يعني صعار منتشر وهائل على وسائل التواصل الاجتماعي ويحصل حالة من حالات الضبط الاجتماعي والثقافي والقيم كده والاجهزة ما تجريش والصعار ده ولا انها تحس بي انها يعني عندها نقطة ضعف واصل السلافيين بيشهروا بيها وبيطلعوها ما بتحميش الاسلام ولا الاخلاء الحميدة ولا الاجهزة ولا المؤسسات الامنية في مصر تشغل نفسها بقى بمطاردة ملابس او يعني الجاري وراء تصرفات اطفال وشباب والاحد اعرضنا المناسبة كل الفيديوهات دي وكالات انباء لمصوراها انا اجبتلكش فيلم شاطئ المرح لنجاة في الستينات ولا اجبتلك فيلم من الافلام اللي هي معبرة عن الشواطئ ومعبرة عن عن مصر في الخمسينيات علشان اقولك دي صور من افلام لا انا اجبلك يعني من مشاهد من افلام وثائقية بتقدم مصر خمسينيات ومصر الستينيات وما كانش فيها هذا العسف وهذا التعسف وهذا التزمت وهذا التشدد والتعامل مع المرأة كبضاعة جنسية او كجسد مش عارف يتدعى عليه مش عارف كالطبق الحلوى يتدعى ليها النمل والنحل نمل ونحل ودبان شيء حشراتي قوي يعني الدولة لابد ان تنتبه ان مؤسساتها الاجتماعية والامنية والثقافية لا تنجر الى هذه الحملات وهذا الصعار لانه دي اللعبة بقولك لعبة السبعينيات اللي عملوها بدأوا الاول بالمرأة وبالفن اشي تحجيبي اشي تنقبي اشي الفنانة المعتزلة اشي السينما النظيفة اشي الفن الحرام اشي اموال فن والتائبات اشي الفنانات يروحوا للشعراوي ويبشي عيطوا اشي مش عارف ايه دي الفارشة الاولانية ومفيش داعية يقولك انه السلافيين عاملين يعني حملة المليون داعية عشان تقتنع كدولة انه مش بس بيعملوا المليون داعية انت هتشوف كل داعية ودعية بيقولك ايه اشتركوا في القناة